نروح بقى لسيناريوهات تأهل نادي الزمالك لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا من هذه المجموعة تعالوا نشوف يلا بينا أولا حال فاز نادي الزمالك في المباراتين المجبلتين اللي هم شباب بوليزداد والمباراة الأخيرة أمام المريخ سيصل إلى النقطة عشرة ويضمن بذلك التأهل إلى الدور ربع النهائي بغض النظر عن نتائج المنفسية تكسب المباراتين واحدة في الجزائر واحدة على ملعبك تخلص الحكاية ما نبصش بقى الغبنة ثانيا حل تعادل الزمالك مع شباب بوليزداد والفوز على المريخ سيصل إلى تمان نقاط وهنا سينتظر الزمالك فوز الترجي على شباب بوليزداد في الجولة الأخيرة حتى يتأهل رفقة الترجي للدور المجبل مش عايزين نستنى آخر واحدة دي ثالث حل فاز الزمالك على شباب بوليزداد ثم تعادل مع المريخ سيصل إلى تمان نقاط وهنا أيضا سينتظر الزمالك تعصر الشباب بوليزداد والمريخ على يد الترجي سواء بالخسارة أو التعادل برضو مش عايزين الكلام دا